افتتح رئيس عبدالفتاح السيسي مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من تطويره وذلك ضمن خطط تطوير وتجديد مساجد آل البيت بحضور السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند وأهدا لسلطان مفضل سيف الدين هدية تذكارية للرئيس السيسي ثم قام الرئيس السيسي والسلطان مفضل سيف الدين بجولة تفقدية بمسجد السيدة زينب بعد تطويره صافح خلالها بعض الشيوخ والعلماء اشتركوا في القناة